لو انا حط مثلا اعمل تعالية مثلا لو انا عند طريق طرابي تمام وعايز اعليه شوية اعليه بايه بطراب ولا تربة زلطية ولا تربة رملية ولا سن ولا ايه ولا ايه ولا ايه طيب واطفر بل جاي لك في المؤيسة او المواصفة تربة زلطية ازاي اعرف ان الماتيريال دي اسمها تربة زلطية دي سن دي زلط فكرة كلها من تصنيف التربة طب احنا عندنا كام طريقة لتصنيف التربة قال لك والله احنا هنешь نشهر تلت طرق تمام طريقة اول طريقة اسمها الـMIT انا اعطاك ان انت خدت الكلام ده في 소يل تمام الـMIT classification ماعد بتاع مين اه في انجلترا frame ده معد ده ايه قويه يعني تمام الـMITaneous الـMIT قال لك ايه ان انا والله عشان يصنع في الطربة حديلك مقاس لكل نوع معين من الطربة تمام زي مسلا الـ ciudدر بولدر دي الأحجار قال لك والله لو أنت عندك أو الدبش الحجر الكبيرة دي تمام لو لقيت المقاس بتاعها أكبر من ستين ميلي فتاهم عنها دبش ميت ميلي ميتين ميلي الكلام ده بكله كام دبش طيب لو جرافل قال لك الجرافل ده بيصنفوه ثلاثة أنواع إما يكون جرافل بس الفاين أو الميديم أو كورس يعني ناعمة متقصة تخشي على حسب إيه حسب مقاسه قال لك والله لو لقيت المقاس بتاعه من اتنين ميلي لستة ميلي فده جرافل زلط بس من نوع الفاين زلط رفيع طيب لو من ستة إلى عشرين يبقى ميديم مش عارف إيه طيب من عشرين لستين يبقى كورس ميسك كل مادة قسمها بولدر وجرافل ده الزلط والسند اللي هي الرم والسلط اللي هي الطامي تمام والكلي اللي هو الطين ميسك كل واحدة من دول صنفه تمام بحيث أن المقاس بتاعي الحبيبات بتاعتي هي اللي تقول لي دي مدى نوحها ايه ميسك الجرافل والسند والسلط اسمهم لفاين وميديم وكورس على الحسب مين المقاس بتاعي أو السمك بتاعي أو الصيز بتاعي تمام كده طيب المطلوب منك أنت هتحفظ الجدول ده العمر الدكتورة ما جابت مسألة في الامتحان على التصمير ده خالص تمام هيجي تقول لك عندك عيات المطلوب مثلا الصيز بتاعها ميتين ميلي تبنوحها ايه جرافل ولا سند ولا سلط ممكن يجيلك اختياري لو يجيلك بقى ام سيكيو أو كده فالمطلوب منك الجدول ده عتاقد مش عارف الدكتورة ممكن تجيبه في الامتحان ولا لا بس عتاقد انت لازم انت تحفظه تمام وانت هتلاقي حفظه سهل ليه هتلاقي اتنين ستة ستة عشرين هكول شوقت لي بيقسم عالمية على عشرة الكلام ده هتلاقي اتنين وستين 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 اه بس انت ايه ازا قلت لك كده الدكتورة بقى هل هتجيبه في الامتحان معطى الجدول ده ولا انت هتحفظه لو اجبت لك مسائل عليه بقديم مع الدكتورة يعني تمام انا ايامي ما كنت طالب كتهية ايه بنحفظه يعني تمام اللي بيرشمه بقى يعني هو هو حظه يعني تمام ممكن يجيلك في صورة مكياس زي ده كده او رسمة زي دي تمام طب ايه الفرق ولا فيها اي حاجة برضو نفس الكلام بقسمه لك ايه كلي وستين ويستطيع العقص separating اسوiouski والمائسة اللي هاتف ص Kobe وديه ايه tyP crowds او qbills اللي هية الحبوبات الكبيرة نفس الكلام من مقاس الأكبر من ستين هتلاقي من 절대ari من اثنين لستين من اثنين لحد ستين هتلاقي gear progressive ومقسمهم لك من اثنين لستة الفين من ستة العشرين هتلاقي Que speed stop zwischen estar받ه مناطق 70 وهتلاقي من عشرين لستين هتلاقي من القرس الخشن تمام يعني اما يجيلك في صورة جدول او يجيلك في صورة مين الرسمة دي. في مشكلة يا شباب بتاع بتتعامل مع الموضوع ده موضوع تافي يعني. هاي واضح. زي الفو. تمان. طيب حلو. النوع التاني حاجة اسمان يو اس سي اس. اختصار لايه? لنفاعد. ده اعطاك انت اخدت في في الصويل. اعطاك ده الدكتور رحمد فاروق كان بيديه في الصويل. اخدته صح? ده ام اي تي ده? اخدنا التحليل بالمناخر بس مش فاكر ده ايه او لا. اعطاك ده او. الامو اي تي وخدت. او استغلق بس هو هم استخدم كده الرفوق ده في ايه اساسا يعني. يعني غير دانا بقرار بالتربة دي نوحها ايه يعني هاستخدمها في مسألة ايه او في النظر يعني مبارا عن ايه. حقيقة. طيب. سيب عبب بس المسألة دي هتفهمها لما نخش بس ايه في النوع التالت. يعني انا هاروح نوع إيه. انت بس فهمت الجدول ده تعطو صنف التربة منه. لو جالك مثلا قال لك تربة سويل عندك مقاسة من 2 إلى 6 4 ملي طعف تقوله دي عبارة عن ايه تمام بس طرف طرف المعلومة دي الحد بس بما نشوف المسائل عاملة ازاي تمام طيب التصليف التاني حاجة اسمها الـ UCCS وحنأجله بس لحد ما نخلص الاهم الاهم هو بالنسبة للأشتر دي لازم نجدك سؤال في الامتحان او مسألتين في الامتحان والموضوع تافه جدا 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 عايز واحد كده يعني بيخبط كده ويعرف يشتغل فيه تمام ايه بقى القاشتو القاشتو دي اختصار لمين الامريكان اسيوسييشن سوسايتي هايوي ترانسيبرتيشن ارجانيزيشن يعني ايه زي وزارة النقلة كده بتاعة مصر بس في امريكا تمام كده تصنيف القاشتو ده قال لك عشان نصانف في التربة بقسمها الانواع اللي عندك دي حاجة اسمها A1A A1B A3 A24 A25 A6 A7 A4 A5 A6 مش عارف ايه طيب هي التربة اللي عندي هتبقى النوع ده وانه النوع ده طيب ايه واحد ايه اختصار لديه هتلاقيه ميديك ايه واحد ايه مثلا اقيل لك والله دي عبارة عن مين مثلا ستون جرافل اند ساند مثلا تمام حجارة ورمل وزلط تمام يجو عن النوع ده مثلا اسري يقول لك ده عبارة عن مين فاين ساند رمل ناعي تمام النوع الثالث ده مثلا نقول لك الانواع دي كلها ممكن تمشي حاجة اسمها سلتي اوركليت جرافل ساند تمام طيب الهدف بقى ان انت الشطرة بتاعتك نتعرف ده المسألة اللي عندك هستخدم دي ولا استخدم دي ولا استخدم دي والله اللي قاشتو قال لك يا عم قال لك والله هي الطبيعي جدا بيبقى عندنا نوعين بتربة تربة خشنة وتربة نعمة التربة الخشنة بيسموها مين الجرانيولر ماتيريال الجرانيولر الحبيبات يعني والنوع التاني الفاين طيب قال لك ده معتمد على إيه قال لك والله معتمد على منخل ميتين يعني انت مفروض اللي بتاعة خالص لما يجي لك مثلا في المعمل تربة أو عينة مثلا بتعمل تدرج حبيبي تمام تدرج على المناخ اللي عندك لحد مثلا منخل ميتين تمام منخل ميتين ده بيفصل ما بين التربة الخشنة والتربة النعمة قال لك والله لو المر في المية دي في المية بصنج النسبة المقوية للمر من منخ المتين لقيت وأقل من 35 في المية يبقى أنت هتستخدم من أي واحد لحد أي 2 سبعة دي يعني هذه الخنات معك كلها لو لقيت نسبة المر من منخ المتين أكبر من 35 في المية يبقى ديت تربة اللي عندك فهمت أول خطوة تعملها إزاي؟ طبعا مش وانس مش فاهم بص كده وهيجي لك في المسالة في الامتحان هجي لك جدول زي ده كده زي ده بالظبط المسالة دي جدت في الامتحانات بص 50 ألف مرة ودائما بيتيجي بيقول لك صنف لك لسي فاي الصويل ايه أقل لك دخلينة الصويل ايه وبي تمام أكوردن جيتو أشتو مثلا وكذا طريقة تانية معلنا خلاف الأشتو وبعد كان نشوف الطرق التانية فهو بيديك المنخل أو النسبة المقوية للمر ويديك التربة يقول لك منخل 4 منخل 10 منخل 40 منخل 60 منخل 100 منخل 200 يجي على منخل 200 أول حاجة منخل 200 مر منه كما يا شباب هنا 58 أجا قرينها بقى من هنا هي الجدول ده جاي لك في الامتحان الجدول ده يجي لك في الامتحان يبقى 58 58 58 أقل من 5% أم أكبر من 5%؟ أكبر 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 يبقى أنت شغال فيين في الحتة دي كده في الزون دي يبقى الطربة اللي عندك اللي أنت حتطلحها في الامتحان أو الإجابة يا إيه أربعة يا إيه خمسة يا إيه ستة أو إيه سبعة خمسة أو إيه سبعة ستة تمام طيب إيه اللي حيفرق شوط حاجات تانية تمام زي إيه هيجيقول لك الله المار من منخل عشر أخش أجيب منه قيمة المار من منخل أربعين أشوفه هيوفق مع مين المار من منخل متين تمام فقال لك القشل ده بيعتمد على حاجتين التدرج الحبيبي أول حاجة من منخل متين بيصنف والي يا خشنة ولا نعمة و 3 مناخل 10 و 40 و 20 حتليه حتى في الجدول بيرفقول لك في الجابة أو في السؤال آسف منخل 14 و 40 أحي المحتاج بس 10 و 4 صح؟ أو 14 و 40 أربعة 10 و 40 و 20 أنا بس محتاج حتى مناخل دي حتى أديك 1000 منخل أنا محتاج بس 10 و 40 و 20 محتاج منخل 10 و 40 و 20 بس حلو كده يبقى أول حاجة بيستخدم تطرب الحبيبي تاني حاجة بيعتمد على حاجة اسمها مين؟ الـ 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 النسبة مقوية ولا في ساعات بيتهالي أوزان وأنا بطلع النسب المقوية انت خلاص كبيرت على الموضوع ده انت بتطلع عطول إيه؟ الأوزان بتاحتك تمام؟ أو آسف فهي الموضوع بيجابلك في الامتحان النسب مقوية للمر يعني تمام؟ حال يبقى أول حاجة بيعتمد عليها هي المناخي تاني حاجة حدود أتر بيرج لو انت فاكر كازاجراند والبلستيكليمت وعادة الدقات والبتاع العينة تشرخ تم مش عارف ايه؟ بقولك الطرق مادة مجمعة تمام؟ معلك بس انه عايزك بس تعرف يعني اللي دي اختصار لحاجة اسمها الـ حد السيولة والبلستيكليمت اختصار لحد اللي دونا تمام؟ في علاقة ما بين مين؟ في علاقة ما بين الـ الـ حاجة اسمها مين؟ البلاستيستي اندكس معامل او معامل اللي دونا قالك بيساوي مين؟ البلاستيستي اندكس بيديله رمز بي اي بيساوي الـ ناقص البلاستيستي تمام يا شباب؟ الموضوع ده مهم جداً ليه؟ لان القاشته هتلاقيه مين؟ بيقالك اما باجي اقارن او اما باجي اختار او باجي اعمل اصنف انا محتاج الـ ومحتاج مين؟ مش بلاستيكليمت بل محتاج الـ بل محتاج الـ فالقيمة دي عندك الـ ستلاقيه عندك اربعة عشر عشرين اي قيمة عندك بل مستيكليمت بل مستيكليمت سأجيبه ازاي؟ سأقول الـ نقص بل مستيكليمت هناك مشكلة يا شباب؟ اما انت محتاج كم حاجة؟ محتاج اول حاجة منخل المتين وثلاث مناخل وبعد ذلك الـ عشان نعمل ايه؟ اختار هي واقعة فيه؟ او اسمها ايه؟ او اسمها ايه؟ هناك مشكلة يا شباب؟ بلصصت الـ بقيت معي في ايه في الموضوع؟ يا نهري سود ومهبب يا فدي ما هي اسمها الـ ايه؟ ايه 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 ماشي الـ اه دي بلاستيك اندكس معلش شفتها بلاستيك معلش معلش انت لابس نظارة ولا اليحة؟ لا لا كله تمام طيب ماشي ايبقى تمام ايبقى انت كده هتستخدم ايه في الجدول تعالى بقى ناخد نسال عشان نفهم تمام حسنا كنم يعني اخرك بين 50 يعني اخرك 50 يعني انا مثلا يعني انا مثلا يا شباب يعني ايه عايز عرف لما انكتب لي 50 معناها ايه وانكتب لي مثلا 50 مينموم يعني انا بقول لك ايه تقبل لو أنت المرمن خلع عشرة ده مثلاً تسعة واربعين ليه؟ لأنه آخر خمسين خمسين ماكسوم ده ليه أقصى حاجة عندك خمسين تمام؟ طيب واحد وخمسين ملموم معناها إيه؟ أن أنت مثلاً لو عندك مثلاً تلاتين ما تنفعش ده أنا بدايتي واحد وخمسين ده الملموم بتاعي أنت فهم عرفت إيه الفرق بين الماكسوم والملموم دي؟ المكتوب هنا الرقم ده إيه؟ لا ما عليش تاني عنده تاني كلمة ماكسوم معنى إيه؟ أقصى حاجة صح؟ آه حلو تعالى كده مثلاً عم نفترض في المسألة بتاعتنا تعالى مثلاً حاجة زي دي كده مثلاً ده إيه؟ لأي فعل البقاء كل حاجة تعالى كده إيه؟ إحنا كنا مشغلين في إيه؟ في التربة بتاعتي لأيها المر من منخل المتين كان كام؟ تمانية وخمسين تمانية وخمسين إيه؟ تباليكم مثلاً أنت وصلت إلى المرحلة دي تمام؟ أنت بتمسيش ستبات تمانية وخمسين تمانية وخمسين أنا وقف عند الخانة دي إيه؟ مثلاً وقلنا خلاص اللي معايا مين؟ الجوز ده بس؟ صح؟ لأن استبعدت دول في البداية تمام تمام تمانية وخمسين في المية؟ تمشي إيه؟ أربعة؟ ولا إيه؟ خمسة؟ ولا إيه؟ ستة؟ ولا إيه سبعة خمسة؟ وإيه سبعة ستة؟ لما كلهم المنموم بتاعهم ستة وثلاثية يعني تنفع أي واحدة فيه؟ حلو تبدي لو كانت ماكسي ماما لا تنفعش ولا واحدة فيه؟ ليه؟ لأن أنا آخري ستة وثلاثية لكن المنموم بدايتي تفهمت النقطة الفرق إيه؟ آه آه تمام تمام؟ تعالي حاجة زي دي مثلاً لو افترضنا مثلاً أن هي كتها هنا مثلاً تعالي كده وعند البتاع كام؟ تمانية وخمسين في المية تنفع هنا أصلاً؟ لا تنفعش ولا واحدة فيه؟ لأن آخري خمسة وثلاثية تمام كده؟ تعالي بقى إيه؟ نشوف نحل مسألة كده ونفهم إيه دنيا تمام؟ طيب وحتى هنا هتلاقي فيه الجدول ده انت مش فاز من تحفظه لكن تعرفه يعني هيجي قول لك الـ A1A مثلاً معناها حاجة اسمها الـ GW الـ GW اختصار لمن؟ الـ Will Graded Gravel هنيجي نقراها مثلاً قدام يعني زلط مدموج كويس مثلاً A1B معناها حاجة اسمها SW يعني SAND أو Will Graded SAND مثلاً؟ ما يهمكش انت في الآخر بتقول له إيه الطربة نحة إيه واحد إيه إيه 1B إيه إيه إثنين إيه ثلاثة إيه أربعة زي ما تيجي تمام؟ تعالي بس نشوف مسألة كده تمام؟ وبعد كده إيه؟ ربنا يكرم يعني ماشي كده تعال عم المسألة بتاعتني وتحديد نوع الطربة اللي أنا بخدها دي بعمل لها الاليس ده هو اللي بيحدد لي طبقات الطريق اللي أنا بحطها فوقها ولا يعني؟ لا ما لاش علاقة ده أنت بتعمل إيه؟ ده هي مثلاً بيجي قولك والله إنت أنت تعملت التصميم بتاعها هيكون عبارة عن أسخل وسن تمام؟ وحط شوية ظلط تحت تمام؟ بس الظلط ده نحهم مثلاً ظلط SW A1A مثلاً فأنت الرجل بتاع المعمل لأن إنت زمن أنت ممكن تشتغل مهندس طرق أو في معمل مهندس معمل طرق تمام؟ أو إنت حتى لو في التنفيذ إزاي تتأكد أن الطربة اللي هي جايلك في الرسمة أو في الرسومات هي اللي أنت حتستخدمها مش هيك عليها تمام؟ أعرف أتعامل معها يعني مالهاش علاقة أنت بتعرف بس بتأكد والله ده ده دهب آه ده ليه ختم وليه مش عارف إيه ده ده فلوس متين جنيه آه ده ليه متين جنيه مش عارف ده تصنفها يعني ده فتوار ده تشك على الطبقاء اللي يرزل اللي أنا أحطها في الطريق مش الأرض الطبيعية الله يناور عليك التربة بالنسبة لأننا المواد اللي ستستخدمها عم تمام تمام عم حلو حسنا حسنا فقط نشوى هذه المثالة لا يوجد هذا نأخذ مثلا مثلا ده بالنسبة لي المسألة انا عايزها خلاص ممشي كده حلو طالب منك ايه عايزها فتح حاجتين قدامي بقول لصنف للطربة دي ايه وبين تمام عام هنصنفها لك الموضوع خطوات بص يعني ايه اللي يعني اللي لسه معرفش حاجة عن المادة دي بنسباله الدرسي بعشرة درجات تمام بقول لك ايه فعل الجدول ده ما فتوفه قدامنا اهو عشانس بعد اذن هو الفايل مبعوط لحد ولا مش مبعوط عشان انا بسألهم الفايل اولا اما اقفل هعملولها بحالة دلوقتي تمام ايه الفايل اكتف هي طيب اه دي اواحدة رفعه على الجروب اهو بسم الله الرحمن الرحيم ايه كده عندكم مفروض ان اتراف عليكم كده ماشي كده هندسة الناس اللي كانت عايزة اللي بتاعي اتراف على الفايل اهو تمام اسمه ماشي هندسة ماشي ماشي تعال نرجع للدنياتنا يبقى انا بس محتاج منك ايه الدكتور هتلاقي في الامتحان هتلاقي لي ما تستغربش ان الامتحان مثلا جايلك عشرة ورقات ولا حاجة ليه هتلاقي نصهم ورق جدايا ولو حاجات زي كده تمام تمام بيقول لك ايه صنف التربة اي وبي مره للقاشتو ومره لمين اليو اس سي اس ليه حاجة اسمه تمام ماشي كده تمام يبقى صنف لي ايه وصنف لي بي تبقى لمين للقاشتو وتبقى لمين اليو اس سي اس تمام طيب اول حاجة بعمل ايه ولا خطوات استبات بالنسبة لان انا شغال استبات ايه هالاستبات اول حاجة استب عندي ان انا بقول المر من منخل ميتين نسبة مقوية للمر في المية باسنج منين من منخل ميتين كام بالنسبة للايه المسألة مش تحلل المسألة مش تحلل 08% اكتبها الماكيد من 35م أقل ثلاثين اقل ثلاثين اكتب له ممكن هنا تتتavana عندي اربعة تور اخر ايه ستة وحنجي نتكلم في ايه سبع ستة دي عشان بفهم لك ايه قصطة ولا حاجة يعني تمام? ايه سبع ستة ايه امسة او ستة يعني man qu assistsim 7 او 6 عشان بس تبقى انت فاهم ما نطولش على الفواد الكتابة يبا دي اول حاجة خطائية يبا انت كده تغطي درجات على فكرة انت كده خدت كده درجة ولا حاجة الموضوع تابع فقوي يعني تاني حاجة بخش على مين؟ أبدأ أخش في الـ أول حاجة المر من منخل كام؟ عشر أكتب النسبة المقوية المر من منخل كام؟ عشر كام عندي في التربة إيه؟ مية مية حلو بس عند الناس دوشة ده بس حواليها كده الناس ممكن تقط شوية دلوقتي أنا إيه؟ دلوقتي منخل عشر أبدأ أخش هل أنا بقى وأنا في الامتحان أقعد أدور هنا؟ أنا مليش دعو أدول كده خلاص كده أشد بالقلم الأحمر معايا والقلم الأزرع معايا خط عدول كلهم هذا من حياتي أنا كل هيا ثمان خل عشر وفيه حاجة أصل مكتوبة قدامها؟ لا لا يبقى مليون في المية التربة كلها برضو ممكن يمشي إلى أربعة دوشة أكتبها أكتبها كليه؟ كتاب درجة بفلوس إيه؟ المنخل بعده كم؟ أربعين أكتب النسبة المقوية المرة من منخل كام؟ أربعين يساوي كام؟ منخل أربعين Level 80% أخش إلى أربعين لديه حاجة أصدها أصلا؟ يبقى كله زي ما هو يبقى أن الأربعة معين شغليين خط درجة Pennsylvania المرة من منخل المئتين النسبة المقوية لمرة من منخل المئتين النسبة المقوية من منخل ما نخل له الشباك ده تماما عشان الناس بس لناس سياسويل وماتيريا اللي ماخدتش حاجة زكية في حياتها قبل كده تماما المر ما نخل 200 كام 58 في المية ايه 58 في المية اه ده فيه ارقام ابدأ اسأل نفسي بقى 58 تمشي معدي ولا معدي ولا معدي ولا معدي ما اقوله كلمة ملموم معناها ايه بدايتي 36 وانا طالع فانا عند الكلمة القيمة لانا في الطربة ايه ده 58 يعني ايه 36 تمشي اه ده بدايتي 36 وانا طالع يعني تمشي 50 تمشي 60 يعني تمشي 58 وخمسين يبقى ده تمشي ودي تمشي يا الله سبحان الله ايه ده درجات اه والله العظيم حاجات دي ده على درجات ايه اخدها كده كوبي واقول له كوبي بس يلا اهي يبقى انت كده خدت جربة درجات وانت ماشي حد الان المناخ الفشلت هي بس حددتلي هي تربة نعمة بس فشلت هي اهل نوع من الاربعة اخش بمين بحدود اتربيرج يعني حدود اتربيرج كلمتين حاجة اسمها الليكوود لميت والبلستست انديكس يبقى اول حاجة اخش بيها ما ارقش اهي 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 اكتب الليكوود لميت الليكوود لميت بكام الليكوود لميت بتاعة تربة ايه بكام بكام ايه بثلاتين صح الليكوود لميت هاي اهي 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 حرف اش بص في المساء في المتحان حاول بص ايه ايه اهي 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 اتشابه الليكوود لميت بكام بتلاتين التلاتين بقى تمشي معايا دي ولا دي ولا دي ولا دي حلو هنا بيقولك اخرك اربعين يعني مثلا تمشي تلاتين تمشي عشرين او ده انا اخر اربعين انت معاك كيام تلاتين يعني دي تمشي صح ايه اربعة تمشي ايه اربعة تمشي ايه اربعة تمشي لا ده انا بدايكي واحد واربعين وانا عندي تلاتين منفعش وايه ستة برضو تمشي يبقى اللي يمشي معايا امين ايه اربعة يبقى أنا أكتب له هنا في الحالة دي اللي الجديد بقى معايا يا معلم يبقى الكودلمت عندي بتلاتين تلاتين خلاص يبقى في الحالة دي يبقى أنا عندي في الحالة دي تطلب معايا مين معايا ايه أربعة صحك يا شباب أو مين ايه ستة يبقى أنت بتمشي تطلع تدلت كده لحد ما توصل للحل بتاعك حلو يبقى إلي بقى الحاسم مين ان هو مين أكيد من يوم في المياه اللي سيحسنني ولازم لازم تطلع بنوع واحد لازم مثل اللي بتحكي لعشين بس ايه الناس اللي بتحلم ما يطلع ليش ألف طربة هي نوع واحدة تمام البلاستيك مين اندكس ايه أو بلاستيستي اندكس بيسموه بي اي القانون بتاعه ايه ده الوحيد اللي تحفظه بقى انت حفظت قانون واحد النهاردة اللي هو المفتوض عندك من أيام ايه بتحقيق رقم ليس لازم between لو بقى هاته انا شغال في مين انسى ب optimal كله وتحلم. انا دلوقتي تشغل على مين؟ ايه اربعة؟ وايه ستة؟ بس اخر شيء وصلت لها ايه اربعة وايه ستة؟ انا معي كام عشرة؟ طب حلو تمشي ايه اربعة ولا ايه ستة؟ ايه اربعة بيقولك ايه اربعة يا معاك العشرة طب ايه ستة؟ ده انا احداشر منهم يعني بداية احداشر لا ده انا معي عشرة يبقى تمشيش غير مين يبقى ايه اربعة؟ يبقى اذا سويل از؟ ايه فوق. كل الساوند طيب خط كده تسعة من عشرة طب والعشرة واحدين بداية الدرجة العشرة واحدين. اقول لها جاف السكة تمام؟ حلو يبقى ايه اربعة؟ طب نح ايه طيب لو انا عازي اقول له ايه اربعة دي؟ واحد ماشي اقول له انت تربة عجب ايه اربعة يعني ايه يا ابني؟ يعني سلتي سويل يعني سلتي؟ تربة طمي تمام؟ طب ايه الفارب بين ايه اربعة و ايه خمسة؟ ما هي سلتي سويل؟ فاكر الجدول ده? الجدول ده مش حفظ يعني. هتلاقي ايه اربعة و ايه خمسة؟ شوف الفرع بينهم ايه. هتلاقي ده ايه تلاتة ايه اربعة ايه 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 خمسة؟ ايه الفرع بين ايه اربعة و ايه خمسة؟. هتلاقي بس شوية تشكيلة هتلاقي شوية ده على شوية مهد عضوية، تمام؟ الكلام ده المهم بس تعطي توصل بس للرقم ده انت بيقالك حاجة بقى ايه قالك والله ان انا مفروض ايه هاربعة دي فيها درجات تمام عندي مثلا 300 طالب في مدني يا بنا عرفت ان خدت الطالب كده عرفت اصنف مثلا معايا طالب من مدني وطالب من كهرباء وطالب من عمارة باور وطالب مثلا من كهرباء انشاءات كل الكلام ده كله عرفت اطلع من الطالب دول ده مدني طب تمام طب مدني ده ترتيبه ايه الاول ولا التاني ولا التالت ولا بيشيل كل سنة نفس الكلام عندنا في التربة انا خلاص عندي مئة نوع تربة زلط ورمل ومش عارف ايه تعلعت منها الرمل بس او السلت بس طب السلت ده ترتيبه حلو ولا وحش يعني سلت ابن ناس ولا سلت تعبان قالك والله بنعمل حاجة اسمها مين الـ Group Index فيه حاجة عندنا اسمها الـ Group Index Group يعني مجموعة تمام انت درجتك في المجموعة ايه كل سنة بنشيل ولا تطلع الاول الـ Group Index ده ده معامل ايه يرى كده بيقول لك ايه Group Index GI اختصاره GI يعني مش محتاجة حاجة بس ماجي Group Index بيقول لك Easy Event ويقيم ويرقم وده معامل براتب بي السلت درجتها من حلو الوحش في نفس المجموعة يعني ايه اربعة براتبها مثلا التربة دي درجتها واحد ولا اثنين وتلاتة هي احسن ولا او حش ما يكون الرقم اللي طالعه اقل يعني كل ما يكون يعني كل ما يكون ده هاي معنا ان هي لو يعني مثلا ايقول لك الوقت ده السل مثلا ترتيبه الاول تمام محمد مثلا التاني ده اللي معاه صاحبه ترتيبه الـ 500 مين اللي احسن الـ 500 لأن الواحد نفس الكلام عندنا في التربة كل ما يكون الرقم ده اقل كل ما يكون جوضيته حلوة كل ما يكون الرقم ده كبير اقول لك انا ترتيبه الـ 500 يعني معنا انت ده اصلا دفع كلها 400 انت تحت انت اصلا نزل تانية مادنة ولا حاجة مثلا تفاهم فكل ما يكون الرقم ده كبير معنا ان هو ايه low material او low quality كل ما يكون الرقم ده اقل كل ما يكون جوضيته حلو تمام ما تنسايش بالطلبة والكلام ده طيب ازاي بحسب جروب index المعادلة دي حفظ مش هجيلك في الامتحان جروب index دي المعادلة بتاعت ايه اقل لك بيساوي 2 من 10 في ثابت اسمه a زائت 5000 في ثابت اسم a في ثابت اسم c زائت واحد من 100 ثابت اسم b في ثابت اسم d يعني ربا انا عارف ايه انا بس اقول كلمة اقول لك يا عمي سهل انت هتحفظ الكلام ده كله اه ايه دي تاني حاجة هتحفظ ايه الارقام دي كده بالحلة دي قال لك مهما طلع بس قال لك انت بس المعادلة دي حفظ برضو رئيس اتكلم في المعادلة دي انت حفظت قانون واحد بلاستست index وتاني قانون هو معاك تمام تمام ممكن الدكتور اجيبك الانتحان ممكن بتنسى تجيبه خانت تحفظه تمام والكلام ما تقالش في المحاضرة او ما عرفش هو مش هيتقال في المحاضرة والدكتور ما شرحتش الكلام ده لا لا ما شرحت ايه شرحت نفس برضو الشافوي اللي هو النظر اللي كنا بنشرحه كمالت برضو الشرح بتاع بس يعني ما شرحتش في التصنيف ده صح لا بس طيب بس ناخد حاجة كده وممكن نأجل حاجة تاني عشان ما نشوف بس معادل محاضرة الموضوع مش محتاج خلينا سابقين برضو بش مهندس يبقى احنا في الامان عشان برضو معادل قصائق الدنيا غدارة حاضر مش مش حاضر مش في احنا كده تحفظ المعادلة دي يا بش مهندس اي رقم اطلع المعادلة دي اقبل بي قالك لا ده ده لازم ان يطلع من بين سفر وعشرين يعني لو طلع مثلا خمسة وعشرين هكتبه عشرين طلع مية هكتبه عشرين طلع ألف هكتبه كامل عشرين اقصى حاجة عدي في جوروب اندكس رقم عشرين انت فهم يعني انا الوقت الدفع ترتبها من سفر لعشرين طلع خمسمية رقم جوبة الخمسمية هكتبه عشرين اخر واحد يعني اللاست يعني ما عنديش اقصى من كده تمام طيب لو طلع مثلا سالب عشرة سالب خمسة سالب ألف هكتبه سفر تمام يجي في الامتحان يجي لك سؤال كده الطربة مثلا ايه اربعة عشان بس الناس هتشوف الامتحان في حاجات كده ما تعرفش يا جاية منين يقول لك ايه اربعة واحد نقط بطرباء ولا لو ايه اربعة ثلاثة مين احسن واحد والتراكدين لهمها جروب اندكس كل ما يقل كل ما يقل كل ما يقل بأحسن طيب حلو الجروب اندكس طيب عشان النقطة دي نسي قال لك جام بالتحكوس كده وقت بالترباء بين كوسين زي ده كده ايه سبعة ستة بين كوسين خمسة ايه سبعة ستة تمنتاشر تمام يجي لك في الامتحان كده يقول لك ايه اربعة تمام تلاثين تنفع اصلا نكتب كده اصلا نا هو اخر وعشرين اعطا صح تمام حلو يجي لك والله ايه اربعة تمام واحد ايه بطرزان صح وغلط تمام ايه خمسة اثنين صح ولا غلط يقول لك ايه ايه اربعة واحد اكبر من ايه خمسة ثلاثة مش ده نوع ده نوع flanzen هي ناور عليك جروب اندكس هتقولو غلط مينفعش ليه جروب اندكس بيصنى في التربة في التربة ليه في الجروب الواحد مينفعش اطلع عبارا جروب مينفعش ارتب واحد فيا مدني واحد بتاع كهرباء بتاع كهرباء ده حاجة وده حاجة مينفعش اقول مثلا الله البحر ده اطول من النهر ده حاجة لا أعرف شكاري. تمام؟ يبقى أنت لوقت الجروب اندس بكتبه من كسين جنب الرقم التوربة طلعتها. وكل ما يكون الرقم ده أولي يكون أحسن. آخر فيه من صفر إلى عشرين. لو طلع أعلي من صفر أكتبه صفر. طلع أكبر من عشرين أكتبه عشرين. اتفقنا؟ بقيلي بس أعرف السوابت دي أرقامها إزاي عشان إيه؟ أعرف أحسبها. تعالى قال لك والله عشان تعرف تحسبها أحسب الإيه. الإيه بيساوي كام؟ متقلييني كده? الإيه؟ بيساوي. المر من أنخط المتين المر من أنخط المتين بكام? فاكرينه؟ تمانية وخمسين تمانية ومخمسين. ناقص كام؟ تقائى خمسة وتلاتين. ناقص خمسة وتلاتين يساوي كام؟ تمانية وخمسة. цي. تمانية وخمسة. ناقص ثلاثين정이 تمانية وخمسة. نقص ثلاثة وعشرين. هلو! أكتبه؟ قال لك لا. أشوف هو الأرقام بتاعته. حدوده من كام؟ سفر ربعين. يمشي؟ يمشي. اعدل اللي بعد. اجيب البي. البي بيساوي كام? المر. المنخل بيتين اللي هو 58. ناقص كام? ناقص 15. هيساوي كام? 43. 43. يمشي. لا ما يمشيش. يبقى لازم اعدله كام? لا ده يبقى 40. ما ينفعنيش. لان انا اخري 40. يبقى البي ده كام ده كام? 40. اكتبها كده. اشتب عليها كده. خفيف واكتب 40. ما نسحاش. تمام? حلو. السي. الليكوت ليمت. الليكوت ليمت بكام? اهي. بص. احتيت كل حقا كاتبها. انت لو نساسل الخطوات. اهي. احتيت لها مجموع. 30 ناقص كام? 30 ناقص 40. يبقى يطلع يساوي. سالي بعشرة. يا بش مهندس. اشوف حدودي. سفر. اكتبه سفر. يبقى لكده يبقى بسفر. مش هينفعنيش على سالي بعشرة. لان حدودي من سفر لعشرين. اديه. بكام? بكام بلاستيك اندكس. بكام بلاستيك اندكس بكام? عشرة. بعشرة. اهو. البلاستيك اندكس بيساوي الليكوت ليمت من قصة بلاستيك لامي. خلي بالك قوي. عشرة. عشرة ناقص كام? عشرة. يطلع بكام? بسفر. يمشي. اهو. ده حدوده من سفر لعشرين. تماما. عوض بقى في المعدل. اكتب المعدل. يبقى الجروب اندكس. هيساوي. كام? اثنين من عشرة في الايه. الايه بكام? تلاتة وعشرين. يقوله اثنين من عشرة في تلاتة وعشرين. تطلع باربعة وستة من عشرة. اهي. ازاي. اه خمسة من الف في الايه في السي. السيب كام بسفر. صح؟ احسب. خمسة من الف الف في الايه في السي. الايه بكام؟. هو عشرة? سيب كام؟. الشباب بصفر بصفر واحد من المئة البيب كام؟ باربعين البيب كام؟ بصفر يطلع بكام؟ أربعة وستة أكتب أربعة وستة؟ قال لك لا قال لك ده نيرست والنمبر قربوا الأكبر رقم يكتبوا كام؟ خمس يبقى كده في الآخر بقى أكتب له كده أقول له والله إذا 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 كام؟ إيه أربعة وأفتح كوز صغير كده أكتب كام؟ خمسة أقعد أن تنسىها في الامتحان دي هتلاقي مثلا والله المسالة على خمس درجات الجروب أندي فتعليه خمسة الواحد منقربها للأكبر أو الأعلى عادي ولا لازم أكبر؟ إيه أرى كده؟ إيه أرى كده؟ إيه أرى كده؟ نيرست والنمبر أقربها الأكبر ما بينما؟ يعني أفرد أنا مطلعت معي دي إيه سبع خمسة أختار إيه سبع خمسة أو إيه سبع ستة؟ والله ما عرفش تعمل لي نجمة عارف عني نجمة؟ أيهاك يقول لك مثلا الإعيانات التي تجدها يعمل لك نجمة جنبها أقول لك إيه؟ ده الضرائب عليكم مش عارفة نفس الكلام النجمة دي أو النجمتين دول هتلاقي حق تنيد الحق كده من دلال الإنديكيشن النجمتين دول معناها إيه؟ تمشي ايه سبع خمسة يعني اختار ايه سبع خمسة لو انا وصلت بقى للخانة دي دي او دي اختار مين فيهم قال لك والله تمشي ايه سبع خمسة لما يكون بلاستست اندكس اصغر مين او يساوي لكو دليمت ناس تراتيج طب امتى تمشي ايه سبع ستة لو بلاستست اندكس اكبر من لكو دليمت ناس تراتيج في مشكلة تعافي تتعامل تاني تمام تمام دلوقتي افرد طلعت معاك الطربة ايه سبع خمسة او ايه سبع ستة اختار دي ولا دي كاتبلي تحتها نجمتين النجمتين دول قال لك ايه ابصلي تحت هتلاقي كاتبلك كده نجمتين دول معناهم ايه تختار ايه سبع خمسة او ايه سبع ستة لما تعمل المقارنة دي لو لقيت البلاستست اندكس اصغر مين او يساوي لكو دليمت ناس تلاتين يبقى دي يبقى خمسة لو سبتة لو بلاستست اندكس اكبر من الليكو دليمت ناس تلاتين في مشكلة تمام 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 انت بعد ما تكتب ايه اتنين اربعة بتفتح كوز كده وتكتب مكانه كام؟ تمام تمام. ناخد مثال تاني عسلا؟ ماشي لا خلاص في امتى؟ ممكن تعمل دي كده بتاعة البي؟ شوف كده الدنيا؟ بعينينا حتى معينينا حتى. مره ما ناخد المتين كام؟ خمسة وتمانين. خمسة وتمانين ده يبقى ايه؟ يعني انها موجودة هنا ايه صح؟ تعال بقى نفتح البدائي كده. بعينينا حتى ايه. بتاع بي؟ ايه اللي والله المرة ما ناخد المتين خمسة وتمانين في المية. ادي خمسة وتمانين في المية ايه. نمسح ده كله بقى او اللي ايه؟ اللي بتاع ده بقى مكوش نجوع اللي ايه صوتنا مسموع. نمسح. يلا. معلش. نحنش. خلاص ماشي. معرفش تكبر بتاع دي يا رجلها. نمج الرسام الصراحة مش معمود يعني مش متحدث. معلش. يعني لو فيه احدث منه. ده مش احدث منه وفيه برامج تاني يعني. زي ايه بس هنقفدنا يعني الله يكرمك. ممكن. الستريتور. اه ادوبي الستريتور. ده الكاد عندي بيشتغل بجاز بواقق ببس مع صوت البطارية اوه بيتفرق. ممكن الاسهر خالص اللي هو الباوربوينت نفسه بس تفتح صفحة فاضية وتكتب بالقلم اللي بيبقى موجود فيه. يبقى المر اول حاجة بعملها يا الشباب. انا مش حافظ. يعني انت داخل بتخش انت وحظة. الوقت براجل متحك اول. تمام. هخش على منخل ميتين. المر من منخل ميتين اوه. اول حاجة لنسبة المر من منخل ميتين. تلع كام يساوي؟ 85% اهي. يبقى ده 85% هنا اوه هنا؟ اكبر من 35% يبقى من ايه اربعة؟ صح؟ لحد مين؟ ايه سبعة صح؟ ايه سبعة؟ و ايه سبعة؟ ايه سبعة؟ اوه ستة ده اسمها الطربة كده. اروح اعمل بابين كسين تاني حاجة اسمها جروب اندكس. مساء ده جناك في الانتحان. مش. بعد كده اخش على منخل مين؟ عشرة. اهي. النسبة الموية المر من منخل عشرة. اهي. يساوي كام؟ حتى لو انت انت شاف بعينك انها مش موجودة بكتبها. اتضغط درجات مية. يبقى تمشي كله. صح؟ اللي بعده عشان الوقت. النسبة الموية المر من منخل كامل. اربعين. هتساوي كامل. اربعين. ستة وتسعين في المية. مفيش حاجة اقصادها. يبقى تمشي. النسبة الموية المر منخل كامل. ميتين. هتتطلع بكام بخمسة عمانين في المية. تمشي لانه كلها منموم. يعني ستة وتلاتين منموم. يعني كلها تمشي معايا. يبقى كل حاجة هيحسن لي مين؟ الليكوود ليمت وبراستكلمت. الليكوود ليمت بكام؟ الليكوود ليمت بكام؟ خمسة وتلاتين. خمسة وتلاتين. مين يمشي معاي من الهين خمسة وتلاتين؟ انا شغال في الخانة دي أهي. خمسة وتلاتينtop مين يمشي عايا؟ شرط B أربعة كم؟ A خمسة وA سبعة A أربعة الب sparkling茶ي الغ bid form Indiana 31 ليس كليزي إذا كان tu 35 أي من الذي يضع معك كليزي أي 40 41 يعني اه مين أه صح أه طبعا من ماشي اللي بعده يبقى كد الحسم في اللي جاية دي بلاستيستي اندكس بتساوي كامل بيك حد يعرف عندي خمسة وثلاثين نقص عشرين يبقى خمستاشر اهي اللي بلاستيستي اندكس بيساوي لكود لمت نقص البلاستيك لمت يبقى خمسة لاتين نقص عشرين يطلع بخمستاشر اللي خمستاشر دي تمشي مع مين خمستاشر يبقى آخر اتنين برضو انا هتبقى يست ماتمشيش ايه خمسة يا ابني ماتمشيش مثلا لايه ماتمشي ايه ستة ماتمشي ايه سبعة مينمم مو مينمم ماتمداشر مينمم صح جدا مش انا يا ابني قلتلك يا ابني انت متمشي على اخر حاجة قبلها مش انت اللي فوق دي تلعلك انت بس معك ايه يا اربعة وايه ستة أنا أختار بين أربعة وإيه ستة ما أعودش بقى أرجع بقى أحلم في القديم استبعدت خلاص أنا داخلي راح ليه بطأم أميس وبنطلون وجزمة رحت جيبت لقيت الأميس وبنطلون معي معي 500 جنيه الأميس وبنطلون 500 عندي فكرة أصرح أجيب جزمة ما خلاص خلصت ماتت نفس الكلام ما عنديش وقت نا أرجع تاني القديم خلصت تفاهم أنت بقى الإمكان معك دلوقتي آخر حاجة معك مين أربعة وإيه ستة مين يمشي إيه أربعة وإيه ستة على حسب الله البلاسوسة إيندكس معي بخمستاشر فإيه أربعة قال لي أخرك عشر يعني ما عنديك تنفعش لكن الإيه ستة تيمشي كام؟ قال لي ده بداية إحداشر يبقى أهلا بك في العاصمة يبقى هنا الصويل إيه ستة في المشكلة؟ لا زي الفل زي الفل زي الفل التفاكر كده كان في الامتحان كده بيجي قولك إيه لو التربة السند بتاعها في المتحان الصويل دكتور حمفوك هنجيب لك كده عشرين ورقة فالبقى صح وغلق البلاسوسة إيندكس فور سند بليش بيساوي كام؟ البلاسوسة إيندكس بتاع السند بكام؟ صفر بقى ما قالوش قيمة ليه ما قالوش قيمة؟ عشان الحبيبات حاجة كده مش فاكر لا هو كان لا مش فاكر حدا مش عارف تهبت بص يا بني ده بيقولك إيه دي لما أجيب عينة من التربة أعملها على حقيقة حبل وأعود أعمل أبرمها لحد ما تشرخ صح والبلاستيك ليمت ده مش عارف لوا إيه أجيب عينة أحطها في جهاز كاسا جراند وخمسة عشر دقاء لخمسة عشر دقاء لحد ما الشرخ يقفل صح الرامل نفسه تعفت برومو تعفت تعمله ولا نهو عجينة مفيش فعشان كده ما تستغربش في الامتحان مثلا وجدت على حاجة زي كده لأيه ثلاثة أجي أبص على البلاستيكس أقول لأني بي نبي يعني نام بلاستيك مهلوش أصلا مهلوش نبي حتى تعرفها find, send, send send رام نحن فاكرين إن كل التجارب اللي فاتت دي كتب تبقى للكلي أو للسي فاي ماشي لما ما فيش أي تجارب كتب على السند في الموضوع ده سريع عشان كده عشان كده طبيعي كاتب لك البلاستيكس بتاحها اللي ميديك ولا ميديك بلاستيك ميديك نام بلاستيك مفيش مهلوش عب هو إزاي فيه للتوبة باش مهدس إزاي فيه للجرافل الكلام ده يا ابني دي مش الجرافل دي دي خليط كله بقى جرافل وساند وفرجمنت دي أو كسر حاجات نعمة يعني خليط يومه ده ده خليط جرافل وساند فمفروض بردك ميتقاش خليط بقى مواقس الجرافل اللي فيه ده متنعم ومش عارف فيه وعليش طراب يعني إيه الجرافل الفرجمنت دي شوية نعومة معا حاجات فيها آه فيه ليه يعمل طين مثلا عشان كده حتى الحاجات دي مفروض بجيبها على منخل 40 يعني ما فصل من العياني عندي قتال ننخل بس يغضل المر منخل 40 ودي ليه على كده بقول لك الكاراسترستيكس وفي ماتيريال المر منخل كام 40 40 ليه لأن منخل 40 ده دي المواد النعمة فطالما المواد دي طلعت لها مواد نعمة بتحت 40 يبقى دي من اليوم في المية هتلاقيها من ليها البص كل الكل تمام بس أنا بس بديك مثال بس عشان محدد شعر في النبي دي لما تكون بيور سند خلاص ملهاش لكن خليط تشيل شو بلك بقى ماشي يا سلمي تمام يا بشاني تمام كيا شباب مسادي جالك في الامتحان مسادي جالك في الامتحان وجالك في الامتحان بديل أشتو تمام بإذن الله بإذن الله يعني تمام ده الشرح بقى كان المرشوان سحمد السلاموني قال لك صور الكلاسفيكيشن عندنا طريقة اسمها الـ MIT والـ E-O-S-C-S والأشتو احنا خدنا مين الأشتو وخدنا مين الـ MIT الـ MIT بتصنف على الحسب مين الـ MIT يقول لك والله على حسب جرافل ولا سند ولا سيل هتليم ادي لك الرسمة دي اسهال لك كتير كمان من 2 لـ 6 من 100 ومن 6 من 100 2 من 100 دي سيل تمام مش عارف إيه انت بنت راح نفسك وخلاص ما معاك الجدوى لفوق أحفظ وراح نفسك يعني فهمت حاجة في الـ MIT يبقى على حسب المقاس صنف التربة الـ H2 اهي اما كورس اما فاين الكورس قال لك والله لو المر من منخل 200 من 35% يبقى ايه واحد لحد ايه اتنين تمام ولو كانت فاين من ايه اربعة ايه سبعة مش عايزة ادخلك في وش كده حتى راجل بيقول لك ايه الخطوات من منخل 200 منخل عشرة تمام انت خلاص عرفت الجدوة حط الجدوة لقدامك وعطين لفسك شاكرا ما تحفظ تمام طب مش مهندس هو اصدو بيه انهي سيستيم هو كان مش هو كان في السؤال قال اعمله عن طريق حاكتين الـ H2 و الـ H2 محيط ما ليس ما اتكلمتش فيها مش هو قدك تلتطرق قدك تلتطرق في طريقة تلتطرق تلتطرق والله هل عزين تلتطرق ويقول لك الرجل اللي هو مقسمها M-I-T و-S-C-S و-H2 ويقول لك صنافها لمرة بالـ H2 ومرة تاني بالـ U-S-C-S تمام تمام جدا اللي هي N-O-Fired Soil Classification System النظام العالمي تمام والـ H2 الطريقة الأمريكية الـ M-I-T بريطانيا اللي هي Massachusetts Institute of Technology معد في أمريكا كده في عيسف في بريطانيا تمام اركب كده بحطة القاطر من شبين هتوصح أي مهم ضدنا ضالي خمس سنين مفكره في أمريكا لا ده بريطانيا أو ممكن يكون نزولاندي يا عم خلاص بقى مش M-I-T تمام تمام حلو يبا احنا حرفنا الطريقة بتاعة M-I-T على حسب size تمام والـ H2 على حسب التدرج الحبيبي والـ Liquid Limit Plastic Limit تعال نشوف مين U-S-E-S وده ده خطاها أنا متأكد مليون في المية في مين في القصة بتاعة مين الصويل أنا متأكد رحمة فاروق كان يخش كده يروح كتب لك صبورة ووش وضوح كتبها لك و أنا بس أخد size علشان أخد M-I-T أخد size بتاع أنهي منخل بالزبط لا دي كده حاجة عامة هيجي قل لك والله معاك مقاسة مثلا أربعة ملي معناها إيه أربعة ملي ما باتنين لستة على السؤال بتاعنا اللي فوق كان مدهلنا موطفين لأننا مش شايفها في السؤال عمورها ما جات في امتحان ما جات في أسئلة دي طريقة أعرف برضو أنا أعرف هو هو سؤال طالب أنه نشتغل على طريقة الاما اي تي ولا عمورها ما هتجي لك في الانتحان إيه كلاسفايز سويل اي و بي اكوردنج اشتو اكوردنج اشتو مين ونفايز كلاسفكيشن سيستم اشتو ونفايز تمام ولو جات مفوضي بقى مديني الماكسر اعتبار اكبر صحيح ايوة بيقولك بتاع السويل كزا بتحجيه لك ماشي تمام تمام مرئيس تمام باشا قبل بس ما نخش في النظام بتاع الانتحان سويل كلاسفكيشن سيستم دي عايزين نعرف المواد اللي عندنا ايه عندنا الجرافل صح الجرافل ده اختصار ايه بندلو رامز اسم ايه اسف بندلو رامز اسم جي ماشي عام اقولك جي يعني جرافل السند اختصار ايه اس سلت اللي هو الطام اختصار ايه اس برضو برضو بخدت الصيل يا ابني ام ما انا وديت اس ما انا مش عارف هو سند ولا ايه بالضبط فالسند خد حفظ حق خد اس السلت يديله ام تمام مش معنى اس ام يعني جات ترتيب ابجادي يعني قال لك خد الحرف اللي وراه مش هو ترتيب الطبيعي جرافل سند سلت كلي حتى حتى المقاسات فهو همفرد السلت ياخد اس قال لك لا هنديل رمزة تاني هنديل رمزة ايه اللي بعده حرف الاس وراه مين اس ام جدع سلت كلي ياخد حرف ايه سي معروفة بقى اه جدع جدع ايه 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 سي تمام ما عليش نزعلش يبقى حلو لا واحدة سيكون براحت تمام عدنا حاجات تانية جنبها ايه هي زي الورجانيك الورجانيك هتلي مين اوه مسلا تمام مش عارف حاجات تانية مثلا زي بس هي حلو اوه كده تمام ماشي قال لك والله ممكن ايه مفيش هعطاك الحاجات تانية اوه 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 بس في رمز اخير بس حاجة اسمها البيت البيت دي برضو تربع عدوية تمام مش هتلاقيها كتير قوي بس هتلاقيها رمز اسمه ايه بي اختصار للبيت يعني تربع عدوية تمام انتهي منك الاربع الاربع الاولانين في المية البيت ده واحد من الف كده لو في المسائل يعني ماشي كده طيب قال لك الله كل تربة من دي ممكن تكون خليط تمام وممكن ديها وصف كمان معها زي ايه لو ديت رمز اسمه W بيقول لك مدموكة جيدا او متدرجة يعني تربة متدرجة يعني الزلط عندي فيه كل المسائل بالسامة و بيديوها رمز W تمام او يتقول لك ايه مش تربة كلها زلط سن كبير او حجم كبير يقول لك بور جريد تمام كده يعني ايه التدرج بتاعها مش كويس ماشي كده يعني مش فهم حاجة ممكن يجي كلك في الامتحان يعني اوصف ده الدكتورة لازمة تجيب كل سنة describe السيمبولز دي في حسوية ده سؤال في الامتحان لا يخرج من الامتحان يقول لك مثلا sc يعني sc او gdb مثلا يعني gdb الاخر بتقول لك انت عارف رموز او لا gdb معناها gg gg صح وال w معناها ايه will graded ايه 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 عارف ايه graded و ده بمعناها will graded ايه اعنقل ايه ايه تب تنكتب ازاي بسموها will يعني ممكن اقوله ايه يعني هي الفكرة كلها في حاجة اما تمثل كل رمز انا السببه لتحت اقول gg gravel will graded اكتب هلها ازاي اما gravel تمام gravel مثلا will graded او عايز بتديها صفة يعني دايما حاول دايما تاخذ الصفة قبل الموصوف يعني مفروض انكتب الصح اللي اكتب will graded gravel مفروض انكتب كده يعني ماشي حاجة زي دي فعلا بس شوف الامسان كتير بقى ايه g ده بيعني ايه يعني gravel و will graded g اختصار gravel m يعني ايه حريص لو جالك g m معنا ايه ترجم g gravel m يعني silt يبقى سميها gravel and silt ممكن اكتبها gravel and silt او اكتب الصفة قبل يبقى silty gravel مثلا gravel and silt انت بس لو في امتحان وقف تاخد كل رمز اكتبه وكده شد سهم تحت وجرافل وده سلم ومشي طالما انت شعر تكتب الصفة بالموصف دي تمام طيب حاجة زي كده مثلا g c معنا ايه يعني ده gravel وده clay صح اكتب gravel or clay gravel تمام s db يعني sand و db معنا ايه will graded يعني will graded sand sb يعني board graded sand sm يعني salty sand sc sand sand مشكلة رجالة ها اخر رمزين بس معاك ممكن نحطوهم هنا او حاجة اسمها ال H دي معناها ايه بلصست ايه و L معناها ايه low blast system تمام لو جالك مثلا في الامتحان حاجة زي كده و هتلاقي بس ايه التربة اللي هي النعمة اللي هي السلت والكل هي اللي ليها blast يعني اجا اقول لك والله يوجه gravel ليه blast system ده مالوش قوان مالوش اصلا البلاستيستي دي جاية من liquid limit البلاستي limit اللي انا اجيبت العينة من الطربة مش عارف ايه السن الرمل لي اصلا يبقى جراف لي يبقى اكيد مليون في المية بتلعب في silty و clay فدايما الرمز H و M ده هتلي لازق في مين في الطربة النعمة زي CL دي يعني CL C clay L low ORGANIC اه ORGANIC OL مثلا O H مش تفرق يبقى دي عبارة عن ايه ORGANIC WAS LOBELASTIST أو LOBELASTIST ORGANIC صوية M يعني SILF H يعني HYBELASTIST يبقى HYBELASTIST مش عارف دي مشكلة في الرمز دي يبقى U S C مد لكل طربة رمز وصفة بتاعتها تمام الفكرة الفكرة بس ازاي صنفه والله ما فيش غير منخو المتين العلماء قعدوا في تاكوس مع بعض قال لك منخو المتين هو ده اللي بيصنف له التربة لأي دي انا حاجة قال لك والله لو لقيت المر من منخو المتين اقل من او يسوي 50% يبقى دي كورس يعني كورس يعني يا جرافل يا سند والجرافل ده مقسموا كذا حاجة يا ويل جريدد يا بور جريدد يا علي سلت يا عليك ليه يعني لو خاتفك عطل ليه كله جرافل 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 ده كله سند 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 تمام يبقى لو هو لو لقيت المر منخو المتين قلي من 50% يبقى هو جرافل يا سند يا ام هتلي يا جرافل يا سند تعلم شباب طيب لو لقيت المر منخو المتين اكبر من 50% يبقى هو تمام يما هتليقي يا سلت يا كلي او او الحاجة ساي كده تمام تمام الجدوى الحفظ هو شارت ده عضاك الدكتورة بالجووش عمرها ما جابت في المتحدة أصلا تمام ايه بس للدكتورة بقى ايه الجدوى الحفظ هو مفوش حاجة على فكرة ده كل حكاة مناخ تمام شمان زغان لما كنا بناخد اصلا المتيريال ما حفظناه هتسأل الدكتورة بقى ماشي الدكتورة مشرحتوش وانت والدكتورة بتشرع بس سألها بقى ولاها ده معنا ولا بس احنا يعني طب نمشي فيهم ازاي طيب يعني يعني لسه ما اقول لك اهو انا لسه ما خلصتي روّق روّق بس يا ريخ يا سلمي انا بس اصلا اصلا كان كلاما كان كيف للنسيكشن يعني لا يا عم لسه بواربو رك علم يا المرد منخل 200 أقلي من 50% يعني تربة خشنة اكبر من 50% يبقى المرد منخل 200 أقلي من 50% يبقى فاين طب لو يا خلينا بس في الحالة دي هيجي لك الجدول برضو نفس الجدول اللي هو العقيم لي معنا ده اقول لك والله المرد منخل 200 مثلا كام 58% 58% ده اكبر ولا لا ده اكبر يبقى في الجزئية دي لو هي أقلي مثلا يبقى في الجزئية دي في الجزئية دي لو أقلي من 50% ينوعين يا جرافل يمين يا سند طب اعرف ان هو جرافل ولا سند ازاي حسب المرد من منخل 4 منخل 4 هو اللي يقول لو لقيت منخل 4 أقلي من 50% يبقى جرافل يعني مثلا لقيت المثال عندك المرد منخل 200 كان مثلا كام 30% 30% آه منخل منخل 200 200 أقلي من 50% يبقى دي كورس يبقى جرافل يا سند طب اقول عليك جرافل ولا سند ازاي مين اللي يقول منخل 4 لقيت منخل 4 مثلا مر منه 10 فهو يا عم حجقيلة والله ما فيه حاجة تمام حلو المرد منخل 200 لو لقيت المرد منخل 200 تمام أقل من 5% ستشتغل على الخانتين دي لقيت المرد منخل 200 أكبر من 12% يبقى لها الخانتين دي يبقى جرافل يبقى تاني عرفت المرد منخل 200 أقل من 50 يبقى جرافل يا سند عرفوا إزاي جرافل أو سند المرد منخل 4 لقيت أقل من 50 يبقى جرافل تمام طيب عندي أربع عنواء في الجرافل ويل جرافل ولا بور جرافل ولا سلتي ولا كلي على حسب المرد منخل 200 لو لقيت المرد منخل 200 أقل من 5% يبقى شغال في دي أو في دي يا ويل جرافل والسيو فاكرين المعاملات دي اللي هي حاجة اسمها الكرفيتشار اندكس والينوفايد أو الينوفورماتي اندكس فاكرين كلام ده فاكرين بس ما نسينا بتتحصب إزاي أهي تمام دي رموز التربة اهي تمام قال لك السيو الحاجة اسمها يونوفورم كو افشينت السي سي اللي هي كرفيتشار كو افشينت معامل مش عارف ايه معامل الانتظامية ومعامل الكرب ومش عارف حاجة زي كده تمام طب احسابها ازاي قال لك والله المر من 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 دي 60 معانا ايه دي 60 فاكر المر من 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 60 اه لو انت فاكر انها كنا بنرسم كده السيميلوج ده ولا فاكرين الكلام ده فاكرين طراج الحوبايبي قطط راجل حوبايبي فاكرين او مش عارف ايه نسا وين الباسنج وده مين لما صلعنا بالكتر ده متر صح الدي 60 معانا ايه ودي عشرة ودي 30 ودي 60 حد فاكر ويا كان المحبوز عليه يا كان المر من خلابه سبحان الله ما كانش يزدي بعبيل لا الفكرة كلها مش عارف في مسألة هنا اهو ماشي ماشي دي عشرة ودي 30 ده عبارة مين تعالى نرجع المسألة دي اخش ادي عشرة يعني دي النسبة المرة من عشرة اخش عند نسبة ما هي عشرة في المية اغبط المنحنة واقرأ كتر للقصد ده اسمه كتر المقابل لنسبة مرة عشرة في المية دي 30 يبقى الكتر المقابل لنسبة مرة 30 في المية اخش اقطع اجيب الكتر ادي 60 اخش عندي 60 لنسبة مرة 10 20 30 في المية اخش 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 دي عد 10 لنسبة مرة 60 على كتر مقابل لنسبة مرة 10 فلمية طلعت رقم الس س قال لك دي الكتر مقابل لنسبة مرة 30 في المية تربيع على دي 60 في دي كام 10 تمام حال الفكرة كلاف اخش مقابل التربيعة نسبة كئ احساب اصب من احساب اصب 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 اه الناس اصب 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 الجيل الخانة ذي بتقول لك المر من منخ المتين لو لقيته أقل من 5% يبقى دي أو دي لو لقيت المر منخ المتين أكبر من 12% يبقى دي أو دي طيب لقيت المر منخ المتين أقل من 5% قال لك والله يبقى إما حكتين يبقى إيه شيء يا برج ريد اعرفها ازاي احسب المعاملات دي لو لقيت الـU أكبر من 4 والـ من 1 إلى 3 يبقى إيه شيء لازم الـ 2 يتحققوا مع بعض لقيت واحد سقط وواحد نجح يبقى أوله دي ستقول لك نوت ساتسفايينج الويل جريدي يبقى اكيد لو اميش الويل جريدي دي امي بورج جريدي تمام ها تمام طيب افريد انت لقيت المار منخو المتين ماله اكبر منتنشر في المية يبقى هي جرافل بس اما سيلتي اما كليه قال لك والله على الحسن مين حاجة اسمها الاي لاين ايه لاين ده فاكرين الاي لاين كان علاقة بين مين بلاستستي اندكس والليكو دليمت ها ابوف الاي لاين وبلو الاين بيقول لك لو انت فاكرين حاجات دي في المبديد في السويل بيقول لك الابوف الاين لها المعادل في الخط ده لو فوق الاين يبقى كله تحت الاين يبقى سيلت فاكرين الكلام ده اه فاكرين او الله يمين الخط اللي هو عنده 50% يمينه يبقى هي بلاستستي هتليه اتش شماله يبقى لو بلاستستي يقف لي كله LLL تمام؟ فبيقول لك هنا إيه؟ لو لقيت البلستيست إيندكس أكبر من أربعة أو لقيت التربة بتاعتك دي تحت لقيت بلستيست إيندكس أكبر من أربعة أو لقيت التربة تصنفها فوق لقيت مين؟ تليد؟ الدكتور ما بات في الانتحان تمام؟ بس عرفها بس تمام؟ لا 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 في الـ GM بيقول OR يعني لو واحدة أو الثانية مفهود أن أخطر الـ GM لا الحسن لا 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 يعني الـ GM دي تطلع يدي أو دي إذا لقيت إنت الرسمة بتاعتك تطلع بتاعت الإيه؟ بتاعت الإيه؟ ماشي لو تعفترسل وجاء لك الرسمة ما جاءت لكش الرسمة أحسب بسيست إيندكس أكبر من أربعة تمام؟ نفس الكلام هنا بقى تعال شوف كده نفس الكلام لو لقيت المار منخ المتين أعرف هو سند عرفت أنه هو سند يبقى سند وأخدر أربع رموز إما ويل جريد يا بور جريد يا سيلت يا كليه البور والويل على حسب سي يو والسي صب سي تمام؟ لقيت سي يو والسي صب سي يو أكبر من ستة والسي صب سي من واحد تلاتة يبقى ويل جريد محا إتش يبقى بور جريد طيب السيلت أو الكليه على حسب لقيت مرة ما نخل متين أكبر من تنشر في المية أشوف بلسيست إيندكس لقيته أكبر من أربعة يبقى إيه؟ سيلتي لقيته أكبر من سبعة يبقى كليه تمام؟ طيب اللي هي لو مثلا تلع ما بينهم ما بينهم ما بينهم بقى فاكر ما بينهم كانت في الانتحان والله من الخمسة ومشهر مثلا وجدت عشرة في المية بس هتجيلك عارف ليه؟ اللي أصلا مجدتش يجيلك في السويل هتجيلك لك في الطرق ما علينا بس لو جدت في السويل بقى بديها مشترك تبقى سي إل إم إل دي فاكرها ما بين الأربعة وبين السبعة هو الطربا النعمة. يما سيلت أو كلي. عرفوا إزال الكلام له. قال لك والله سأرى الليكودي ليمت، لقيت الليكودي ليمت، قال لي من 50% ليكودي ليمت، قال لي من 50% لابدين معناها مين؟ يما يكون لها تريده واخد لك، انظر لك،، فرشون هذا راجل لا مش فاحت Victoryski يكون الشمال جيدا يبقى كله له، صح؟ له بقى، يمكن تخرج سيلت أو كلي أو او ارجانيك، أي واحدة من دول صح؟ يعني هو فوفل انتحان بيديك الليكويد ليميت والبلسستند سأخش اوقع نقطة دي يقرأ نقطة طلع في المربع ده بأسي L طلع في المربع ده بأسي H طلع في المربع ده يبقى H وMH فاكرين يعني أنا مش محتاج الجدول اللي فوق أصلا الجدول اللي فوق ده محتاجه بس في مين لما يكون نسبة المر أكبر من أقل من 50% بس لما يكون تربة خشنة ما هي على حسب تربة خشنة يبقى من 50% محتاج الجدول ده عشان أعرف هو جرافل ولا ساند عن طريق منخه الأربعة طيب لو هو قال لي منخه المنتين أكبر من 50% يبقى من الرسمة أرسم أو الرسمة دي موجودة أخش أوقع وحسب مكان النقطة يطلع ايه الليكويد ليميت أقلي من 50% يطلع C L M L O L ايه M L C L O L طلعت الليكويد ليميت أكبر من 50% يبقى أي حاجة C H O H M H أي حاجة من دول بقى ايه أو يطلع أورجانيك أي حاجة بيت 40% قبل المعترفة خط الرأس ده وايف عند莉كويد ليميت بي كان أيوا المعادلة ايه انت بس حاجات دي بتاعتصويل بقى خط الرأس ووايف ب 50% عند amazon acol بيسيوي 50% لا المعادلة استقرات الخط الرأس خط الرأس ما له خط الرأس بتاع ايه الخط الرأس اللي هو وايف اللي قسم الخط ينوش مال ق cage ما في بناء ده أعو ما بقول له 50% دي معادلة الـ A line لو أنت فاكرها الـ A line معادلة كم في الـ Liquid limit يعني دي ترسم إزاي؟ معاك X والـ Y معاك الـ X والـ Y الـ Y اللي هو الـ A line تمام؟ الـ X بالنسبة لي دي أعوض بالـ Liquid limit الـ Liquid limit هتليه بدء من عندي كام ما ينفعش بعشرة لأنه لو بعشرة يطلع بالسالف عشان كام مش مرسوق فهو بدء من عندي كام تريد من عندي عشرين لو بعشرين بقى بصفر، عاتفيني دي الخاطة ده ومتقاطي عندي صفر الكلام ده انت خدت فصيل يعني انت غلطة لو اتكلمت فيه طيب ده لو لقيته بمية مية ناقص عشرين بتمانين، إذا كانت سبعين من مية طلعلك ده من ستين، حاجة نوه، تمانية وخمسين لو أنا فاكر حتى الرقم يعني بالزبط كمان يعني ماتفكة؟ وووو نسبة للحصائر اللي فيها O-H and M-H مثلا او M-L and M-H وقعت هنا يا بكتبها تمشي دي ودي اووو تمشي دي ودي راحا لس يا رئيس روّق ما أنت في إيه أنا سيلتي بسيطة خالصة يا شوهندس تمشي دي أو دي يعني أنت زي ما تطلع عن نقطة بقى معاك تمام؟ تمام حلو، تعال بس كده بص على الشيك كده تمام؟ وفضل الخمس ده بس يا شوهندس خلصت، أنا خلصت أنت فاكر الكمباكشن؟ قدام، كان له اختبار برده عندك اختبار ومين؟ وقصة البروكتور تست تمام؟ رجحهم بقى من السويل تانية ما حدش بيشرحهم هنجبهم من اين احنا دور؟ دورت بقى استادي تمام؟ يبدأ تفتح الشيك بتاع شوف اي طالب في سنة تانية واسأله احنا ما نغرف العلد برضو خليك بس معايا كد إياها يا محمد ألو؟ ألو؟ يا حاج محمد انت فيه؟ الحمد لله انت فيه؟ طيب انو سنكفي المعمل او، ماشي؟ ماشي يا باشي، ملا مع السرق يا باشي، يا رجالة سنة تحتوي السنة تسمع بس خلاص الكلماتي ده السنة الكمباكشن، الدكورة هبتشرحوا ايه هبتشرحها هتفتح كده ايه، الصغير احنا سابقين ممكن تشرحوش؟ احنا سابقين يا باشماند، لو سنكشن اضافي ساعة كده ايه هو؟ محاضر، محاضر، بس ما حدش بشرحه، تمام؟ هبقى شوفه لكم، تمامي بس سؤال خاني أكمل الشي، أكمل الشي السؤال الأول بيقول لك ايه، الغرض من تصنيف التربة، ليه بس هنا في التربة؟ عشان والله اعرف الدنيا عندي ايه، الدينة كويسة، حلوة، وحشة، انواع التربة عندي ايه، اتعامل مع الماتير اللي هستخدمها في الموقع والكلام ده ايه هو جروب اندكس، ده معامل عشان استخدمه في تصنيف التربة، اللي هي واعة في الجروب الواحد، وبستخدم في ايه؟ نفس الكلام هون، تمام؟ ايه هي الانظمة اللي عندي، اللي عندي المو اي تي، عندي اليو اسي سي اس، القشتو، بقول لك صناف التربة دي مرة للقشتو، ومرة المين، اللي نفايل سوال كليسفيكيشن سيستم، هتعاف تستخدم الجدول، لدينا لذيذة وسهلة ايه؟ تمام؟ ايه هي الموست، والصال ده ملغي باسماء علينا، what are the possible and the most? مو روبال ترو مناسبة لأكوردنج تيو اسي سي اس، تمام؟ ايه احسن واحدة في دول؟ مين احسن واحدة وأسوأ واحدة؟ ايه احسن واحدة وأحسن، اشوف افتح كده الجدول ده بس مش كيف بس معلين، اشوف بقى ايه واحد دي عبارة عن ايه؟ اه ده ايه واحد ده احسن حاجة عندي ايه واحد ليه؟ لاني دي جرافل وساند الخليط الأمثل بالنسبالي، انا مش عايزة حط طين ولا عايزة حط مين حاجات نعم، انا عايزة تربة تكون زلطية ايه؟ عبارة عن سن وزلط والكلام ده، فهي بالاخر بتقول لك يعني ايه واحد ايه معناها ايه وايه وان بيه معناها ايه؟ انت ايهمك بس زي ما قلت لك السؤال التاني والتالي التصنيف، بيقول لك ايه ريد المعامل، السؤال ده وسؤال ده يعني اخده بالحب كده خلاص تمام؟ يعني ايه السي اس؟ يعني ايه السي اتش؟ مين احسن فيهم ده؟ اه ده هاي بلصستك ليه؟ ده جرافل مش عارف ايه الكلام ده؟ بيقول لك رتب معامل تصريف كل الماتيريال من دول، يعني جرافل بورج ريدت جرافل دي تصريفه اكتر ولا اقل؟ انت عافت اعمل مع الكلام ده؟ الكلام ده عايز واحد بس ا ايه قاعد بيعرف عانيه جرافل واعانيه الساند، تمام؟ انا ههميني بس في الشيط زي ما قلت لك لجرافل الامتحان السؤال التاني والتالت ده بس والسؤال التاني هو اللي كمال اهم بالنسبالي تقامي يا شباب؟ ونشوف كده سيجاة نعمل لي عشين بس المحاضرة اللي عندكم دي تمام؟ ماشا شباب؟ ماشا رجال الله هشتكلم سلقة اللي احاول ده ها؟ تمام يا عمداز تمام الشيطات يا ريس الناس اشغالة فيها او لا؟ احنا يعني شغالين لحد كده نعم خلصوها كده احنا مع بعض هو ماشي حد ما نشوفه الناس تمشي ازاي ماشي الناس بس يكون شغالة في الشيطات عشان بس ايه لو الدكتورة طلبتها يبقى ايه الدنيا مع بعض الناس معها وقتا تمام؟ ما كنا سلمنا الاول والتاني والتالت في حاجة التانية نزلت الرابع نزل طب ده الرابع تابع بقى مع الجروبات التانية انا مش معايش شيطات اصلا ايه انت كويس اول لقيت الناس اصلا تمام؟ نعم نعم شوف بقى الدنيا ماشي ازاي في الدفع